من اجمل ما قاله الدكتور السنهوري عن المحامات في احدى مذكراته المحامة فن قبل ان تكون مهنة لسى المحامون محامين كلهم بالضرورة لسى عمل المحام فقط معرفة القانون فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين لكن حقيقة دور المحام تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون ولا النظر الى ما يمثله هذه الوقائع في نصوص القانون المحام اتفن الحجة والجدل والبرهان والاقناع فقد كآن رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من ادوات اللغة والبلاغة والفطنة فليس عمل المحام الفصل في لنزاع انما هو عمل القاضي لسمن عمل المحامين قلب للثوابت وتضليل الحقائق فلتشعر بالفخر كثيرا عندما توزع الرشاو لكسب القضايا لانك اصبحت مجرما بسبب مجرم فاند اذن مثله لانك تخسر ذاتك لتربح قضية فالقضية رابحة وستكون انت الخاسر ان تسرق حقوق زملائك المحامين وان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا اقرب للدناء وابعد ما يكون من الاخلق للرفيعة التي هي اسس مهنتك لا تكذب ولا تعطى الوعود فانك لست صاحب قرار ولست مسؤولا عنها للنتئك وقبل ذلك كله كان انسان لتكن محاميا لا تكسب دعوة وتخسر نفسك مع تحيات الاستاذ لطفي التلاتلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة